من مدينة سوتشي الروسية أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجدداً أن بلاده لا تمثل تهديداً لأحد وخلال لقائه نظيره البل الروسي أليكساندر لوكاشينكو رأى بوتين أن الولايات المتحدة تحاول العثور على تهديدات من الخارج وهي نفسها التي ترى أن الذخائر العنقودية جريمة تستخدم هذه الذخائر بأيدي الأوكرانيين إن أكبر تهديد يخلق في العالم اليوم هو من صنع النخب الحاكمة حالياً وبالمناسبة هم أنفسهم يتحدثون عنه قبل عدة سنوات قال وزير الدفاع السابق السيد جيتس على ما أعتقد إن أكبر تهديد للولايات المتحدة يأتي من المنطقة التي يقع فيها مبنى الكابيتول أو البيت الأبيض القمة الروسية البلاروسية وهي السابعة منذ مطلع العام الحالي تأتي عقب قمة روسية كورية شمالية قبل أيام رفعت العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد ودفعت لوكاشينكو لاقتراح التفكير بشأن تعاون ثلاثي بين بلاده وموسكو وبيونج يانج كان من الجميل رؤيتكم مع كيميرجون أونج في قاعدة فوستوتشن الفضائية لقد كنا هناك معكم في وقت سابق وزرنا المطار الفضائي أعتقد أنه يمكننا أن نفكر بشأن تعاون ثلاثي في مجال الفضاء أعلم أن الكوريين لديهم اهتمامات كبيرة معكم وأعتقد أنه سيكون هناك عمل كبير لبيلاروسيا هناك وبينما تعزز موسكو علاقاتها مع دول صديقة يتصاعد التوتر الروسي الأمريكي في ظل استمرار الولايات المتحدة بفرض مزيد من العقوبات على روسيا على خلفية المواجهة في أوكرانيا وتوسيعها أخيرا لتشمل أكثر من 150 كيانا وشخصا في كل من روسيا وتركيا والإمارات وجورجيا في المقابل عمدت موسكو إلى طرد دبلوماسيين أمريكيين اثنين من أراضيها لاتهامهما بالضلوع في قضية تجسس فيما حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجير يابكوف واشنطن من مزيد من التصعيد في العلاقات الثنائية